السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقول لك النهاردة عن أهم عشر أطعمة ممنوعة لمريض السكر لو أنت مريض السكر ابتعد عن الأطعمة دي أول حاجة الخبز الأبيض لأنه غني بالكاربوهادريت اللي بيمتصع الجسم بتتحول لسكريات فترفع مستوى السكر في الدم تاني حاجة حبوب الإفطار زي الكورنفليكس لأنه فيه نسبة عالية جدا من السعرات الحرية أو غني بالسعرات الحرية والسكريات اللي بيمتصع الجسم بسرعة ثالث حاجة اللحوم الدهنية المشبعة لأنها بترفع نسبة الكولسترول الضار في الدم فبيزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والزبحة الصدرية وكمان الجلطات رابع حاجة المشروبات الغازية لأنها غنية بالسكريات فبترفع مستوى السكر في الدم بنسبة عالية جدا خمس حاجة العصير المعلبة لأنها غنية بالسكريات والمحليات الصناعية الضارة سادس حاجة الرز الأبيض لأنه غني بالنشويات فبيرفع نسبة السكر في الدم سابع حاجة البطاطس لانها غنية بالنشاء اللي بيتحول لسكر وبتمتص الأمعاء بسرعة فبيرفع مستوى السكر في الدم تامن حاجة الفطير والمعجنات والبانكيك لانها مصنوعة من الدي الأبيض وكمان بتحتوى على نسبة عالية جدا من السكريات تاسح حاجة الفواكه المسكرة زي الموز والبطيخ والمنجة عشر حاجة القهوة اللي عليها إضافات زي المكة وزي القهوة اللي عليها بندق لانها غنية بالسكريات والسعرات الحرارية كده يبقى احنا اتكلمنا عن اهم عشر اطعمة لازم مريض السكر يبتعد عنها تماما لانها بترفع مستوى السكر في الدم بالنسبة عالية جدا بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك اعمل لايك للفيديو شيروا لغيرك عشان الناس تانية تستفيد لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات تحت واحنا هنرد عليك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي الشير راحت العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته